عاما مرت على اختطاف القائد مروان البرغوثي واقتياده الى غياه بسجون الاحتلال حركة التحرير الوطني فتح احيت هذه الذكرى بحضور عدد من قيادة لجنتها المركزية وقيادة فصائل منظمة التحرير وحجد جماهري من ابناء شعبنا مؤكدين سعي القيادة لطبيض كافة السجون نحن نتحدث عن ابطال ومناضلين عن مناضلين من اجل الحرية نصر على دعمهم ونناضل من اجل حريتهم ونرفض المساومة على ذلك ونرفض قرارات الكونجرس الامريكي في هذا الشأن ولو لم يبقى لدينا سوى دراهم معدودة لن نخصصها الا لعائلات الشهداء والاسراء هذا ما اعلنه واكده الرئيس ابو مازن مروان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب في المجلس التشريعي عنها اعتقل في تاريخ الخامس عشر من نيسان عام الفين واثنين ووجهت له اتهامات عديدة اهمها انه امين سر حركة فتح في الضفة الغربية وطالبت دعاء عام الاحتلال بانزال اقصى العقوبات بحقه وحكم عليه بالسجن خمس مؤبدات واربعين عاما الى ان هذا القرار لم يلل من عزيمته التي تبرق الامل لكافة الاسراء رحلة النضالية منذ اربعين عام من سنة ثمانية وسبعين لليوم وهو من بين المعتقلات قضى ثلاثة عشرين سنة في السجون سبع سنوات في الابعاد اقامة جبرية ومحاولات اغتيال خلال رحلته في النضال ولا مرة تراجع عن ان هم الشعب الفلسطيني هو الهم بالنسبة له وان الاهم بالنسبة له ان ينتهي شعبنا من هذا الاحتلال البغيض البرغوث الذي قاد اضرب الحرية العام المنصرم تعرض للاعتقال والمطاردة والابعاد طوال مسيرته النضالية يدعو كافة ابناء شعبنا الى الالتفاب خلف السيد الرئيس والتمسك بالوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية مؤكدا ان قيد الاسر سينكسر مهما طال الزمن او قصر موسى حسين تلفزيون فلسطين